اهلا بكم من كام يوم طلع عمر اديب بيتكلم عن الحل السحري لمشكلة الدولار زي الازمة الاقتصادية وقال كده بالنص عايزين حاجة تجيب مبلغ ضخم مرة واحدة مرة واحدة والحاجة دي بالمبلغ ده يعمل توازن احنا سألنا هنا مبارح في البرنامج ايه بقى الحل يا عمر؟ الحل ده شكله ايه؟ ولا حسابه ايه؟ هتبيعه ايه؟ وبعت لنا احد المصريين المهتمين عن انه خايف وانه خايف على مصر من اللي هيحصل فيها قريب وتوقعنا انه ممكن يكونوا بيفكروا في بيع القناة افكركم بفيديو مبارح طيب السؤال بقى يا ترى ايه الحل اللي هيجيب فلوس كده مرة واحدة يا عمر؟ واللي فوق عارفينه ايه الحل السحري؟ نبيع حاجة مثلا طيب ما هم نازلين بيع في كل حاجة في البلد ايه شي بنك متحد لبنك القاهرة؟ اهو الاخبار هي شركة البيات والصناعات الكيميائية باكين تناقش عرضا اماراتية لاستحواذ عليها ما همين يبيعهم؟ البنك السعودي الفرنسي ابدأ اهتمامه بالاستحواذ على بنك القاهرة اللي بعده اهو طيب ايه الحل بقى؟ ايه الحل؟ ولا يقصد حاجة كبيرة تتباع مرة واحدة؟ لكشة الاهرامات مثلا؟ ولا تبيع قناة السويس؟ ده كان مبارح الحقيقة ان الفهر بدأ يلعب اكتر في عبنا بعد ما بدأت ترويج منشورات مجهولة بتتكلم عن موضوع بعينه اللي هو موضوع بيع قناة السويس زي البوست ده كده اللي مشاير البوست بيقول الخيانة بكل معانيها وشاير بوست تحته لحساب اسمه راجي عفو الله الحساب بيقولي بقى الحل السريع الوحيد اللي يقدر ينقذنا من المطاب اللي احنا فيه هو طرح قناة السويس في اكتتاب دولي بالدولار هتتقيم في حدود 200 مليار دولار بناء على دخلها الحالي والمتوقع ونقدر نسدد كل الديوم بدون فوايد ويتفضل 50 مليار كمان نحطنهم احتياطي ونبدأ على نظيف ولما يجينا فلوس نشتري الاسهم تاني يا سلام نبيع القناة ب200 مليار وبعدين نسدد كل ديوننا اللي هي 150 مليار فيتبقى لنا 50 مليار نبدأ بقى على نظيف لما نبقى نعف على رجلنا نشتري القناة تاني وترددت المنشورات المنشورات دي فجأة بقى النهاردة اتحولت لمشروع قانون بيتناقش في البرلمان واتوافق عليه بكل وقاحة قانون بيمهد اهو اللي بيئ قناة السويس تحت شعار صندوق قناة السويس رغم من الهيئة دي محقق على حسن ما هم بيقولوا 8 مليار فانت ليه جيت تشتغل على مشروع ناجح وتبيعه بالطريقة دي وعايز تكسب كام وعايز تورطه ليه تورط قناة السويس في لعبة السنديق ليه خلينا نشوف بقى راحوا جابوا رئيس هيئة قناة السويس يستعرض انجازات القناة ازاي زادت السنة دي لتمانية مليار دولار اسمع إنه الحمد لله وقررت بالسنة السابقة كالسنة السابقة عدد السوف التي قادت تعملت قناة السويس كانت 2100700 ستمة السنة بحمد لله 2300400 ستمة بزيادة حمالية 15 مليون حمالات السافية كالسنة اللي فاتت السنة اللي قد اقتر عسل الان مليون كان ميليار 320 مليون طن مليار 220 مليون طن السنة بحيانة 420 مليون ونقد يعني زيانة 10 مليون ايوه خلي الفيديو كده حال واقوي هاتوا توين له كده ده الفريق اسامة ربيع تقريبا رئيس هيئة قناة السويس فين؟ المكان فين؟ البرلمان مين بقى اللي جنبه؟ خادة وبكر المحامي اللي مكتبه في شرق بطر عمالعزيز فوق تيكة وانا اول واحد من اوائل الناس اللي استضافته في قناة المحور زمان خادة وبكر ده هو اللي قال اسكندرية بتغرق والرئيس قاعد مع شركة سيمينز ورد عليه السيسي قال مايصحش كده بعدها خادة وبكر يقال انه عمل عملية تحويل مش يقال بس وحق حصلوا تحويل فعلا يعني حصلوا تحويل يعني عابر يعني ليه بقى انت جاي برئيس الهيئة في البتاع ده في البرلمان بيقول ايرادات يعني ليه انت جاي تقول لهم الارادات زالت ليه عشان تبرر مشروع القناة لمين مده اللي شوفناه في مصانع الكوك والاسمدة والاسمنت والحديد المصانع اللي كان بتكسب لكن بيعتوها برضو المرات دي مش مجرد شركة دي قناة سويس قناة سويس يا حضرات قناة سويس التاريخ قناة سويس اللي رفض محمد علي عملها وارجعوا لمذكرات نوبار بامش ان محمد علي رفض يعملها عشان ما تطمعش في الدول قناة سويس اللي فضلوا الاخوة الماسونيين يزنوا عشان يعملوها لحد ما جاء الاخ ديليسيبس بطبق مكارونا خلى الخديوي او خلى الرجل يعملها قناة سويس اللي مات في حفرها الاف المصريين قناة سويس اللي فتحت الطريق لده دول العالم زي ما كان توقع محمد علي انها تفتح عنيها على مصر قناة السويس اللي تقفلت خمس سنين بعد حرب النكسة سبع وستين قناة السويس اللي لما السادات فتحها في خمس وسبعين وقف بالبدلة بتاعت البحرية وجاب ابن شاه ايران وحضر حفلة وعمل حفلة قناة السويس امن قومي قناة السويس اللي في في المناصر ستة وخمسين من اخراج محمد فاضل تقريبا او محمد فاضل تقريبا امينة رزق طلعت مشهد واحد بس في الفيلم ده مشهد وهي جايبة بقجة هدوم كده وبتقول للرئيس عبد الناصر اني انا ابويا مات في القناة في حفر القناة دي فعبد الناصر تلتهب مشاعره وتنتفخ وقرر ان يؤمم القناة يعني واحدة من الاسباب يعني قناة السويس اللي عبد الناصر قرر يأممها واتفتحت علينا حرب ستة وخمسين وعبد الناصر خطب في الازهر وحشد وراه الشعب وانهزمنا عسكريا وانتصرنا سياسيا قناة السويس النهاردة بمنتهى السهولة بتعمل لها مشروع قانون بتتباع عشان كده الحكومة طلعت تقول لا الموضوع مش بيع ولا حاجة بلا اشتبوا حساسين اوي كده الموضوع استثمار يا حمار نشوف كده الحكومة بترد على مزاعم بيها قناة السويس نو بيجعلوا على برقه قناة السويس اللي السدود مش بيع مش هايبيع قناة السويس، لا اللي فاتف يهدف للتنمية القناة السويس السندوق هياخد ايرادات ايرادات دي هيعصانها ايرادات دي هيشتنر بيها ايرادات هيستسرق وحيستسرقها وحيستسرق على فراد سويس يعني لازم فرق دين المخفة وبينا هي فراد سويس هيعق صديق بتوديب فراد سويس بس ما حدثت وضع النقطة دي قبل اقشف مالكا يعني مش بيع ده استثمار حلوة قوي يعني السندوق ده ده استثمار اه طب يا جماعة الكلام ده قلقنا شوية هو قلق حدي تاني يعني ولا انا احنا بس مش ه لاش نجيب بقى معارضين او مصريين في الخارج اللي السيسي شغل عليهم قضايا وملاحقات قضائية لحد النهار ده انا وزميلي محطوطين في قضيت مش عارف امن دولة كلام فارغ يعني لا لا مش هنجيب الناس دي ولا حتى هنجيب اكاديميين محترمين احنا هنجيب النواب نفسهم اللي كانوا في الجلسة النهاردة اللي سمعوا كلام الفريق اسامة ربيع واللي سمعوا كلام الحكومة النواب بتعطي نظام نفسه اللي اعتبروا ان السندوق ده مغارة علي بابا لنهب قناة السويس النواب نواب يرفضون سندوق قناة السويس مغارة علي بابا في فيتو اهو 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 يا حضرات يعني مش كلامي ولا كلام مش عارف مين ولا كلام اي حد ده كلام الاخوة النواب اللي حضروا الجلسة النهاردة مغارة علي بابا النائب محمد عبدالعليم داود اعتبر ان اللي بيحصل ده زي بيع الاهرام نشمع كده النائب عبدالعليم داود اقول ايه هو سندوق حضرات يستطيع الاجنبي خلال طرف الاراق المالية في الفرصة هو السندوق بقانون حقير وقدر داهم نرفضه تماما سيادة الرئيس القانون الذي يجعل سندوق يقوم باستدكامة باستدار حضرتك وابيع القصور دا هذا امر خطير قانون قناة السويس يجعل قطعيز اللي ناد فيه مية وعينين الف مصر للشاق قناة السويس ان عرض بطرقه بالمغضون سيادة الرئيس انا نخول المال اللي عاد لا مالك وخاص حضرتك موجودة علي هذا القانون حضرتك على مصر واذا تكني ثلاثة القانون او موحدة ولا تستدكار قطيع قصد للخلاف السمع الى حقان من سويس يا سياد القطريس وليس شركة من الشركاء التي تم عليها من الدم جاعة القصد بعمل بعمل سيادة تفضل هذا البرلمان لا بجوة البرلمان حد بيسألني هو التصور وحش ليه كده ما هو بدي مصر الناس النواب او بعض النواب مش الاكاديميين ولا التاريخيين ولا اي حد اعتبروا الصندوق ده مليء بالشبهات لانه بينصصص صراحه على بيع أصول قناة السويس تحت شعار الاستثمار للغير واخد اراضي القناة للصندوق من غير ما نعرف كام وهيعملوا بها ايه زى الخبر ده بتاع عين مصر مجلس النواب يناقش آآ تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس تستهدف هيئة قناة تستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون وفقا لما ورد في تقرير اللجنة إنشاء صندوق مملوك لها تسمى من خلاله أو تسعى من خلاله إلى تحقيق الأهداف التالية مجابهة الأزمات والحالات الطريقة المساعدة على تمكين هيئة خلاصة اسم من مجابهة الأزمات والحالات الطريقة ما هي هي؟ القدرة على تمكين هيئة خلاصة اسم القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستمرية بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها يا صلاة النبي في نوفمبر 1875 وللأجل دي ناخد النائب عبد المنعم إمام بينتقد القانون وبيقولهم عشر تلاف شهيد راحوا في عمل القناة اسمع دائماً يسنعي أن أتخدث عن قناة السويس لا تخدث عن مئة وناشتين يأل في الأفس أعتقدت نفسها من حول هذه القناة وهذه القناة التي تجري في مؤتد الشعب المسجمي الذي زلت فيه سبقاني من أجل حفرة متشهد وكما نتكلم عن هذه الدولة فيها ما ربكم من عجز يقترب للخوص ماري و سمتين ميليا و جنيف السنة نتكلم عن حياة التصادية الكثيرة مفروض أنها تدري داخل ما تدري خسائق نتكلم عن المصدر الرئيسي للنقطة الأكنابي في مصدر وهو خناك السميسي وللسا للي ما ديك حقا ما يأكل في سنة عامية الدولة نتكلم عن مولا فيها سماع تلقى السندوق وهو إذن طبق خاص الكهين اللي أعطى بنيعمل السندوق ده أفضل هادة يمكننا أن نعطي الهادة بالوضع الأعمال وبتاخد من هذا المرايب الغير غير محدد في القانون اتفق ديك مهيه أو هو وزن الانية عشان يشوف أعمالها سنفوق عيكا تسبب كام بالإرادة ديك تخل وزن الدورة هو إذن كل حاجة الدورة بتكسب أن تلقى السندين يعني السندوق السياد اللي غيرها السندوق السياد اللي غيرها السندوق السياد اللي غيرها تقض عليه نسمع كمان النائب أحمد فرغالي وبيتكلم على القانون ده اللي بيقول إنه بينص على بيع أصول قناة السويس إيه الأصول اللي هتتباع وإيه النسبة نسمع الراجد وليه نحن نختاري هيا إنشاء سندوق مغاربة التقنية ومستصمار هو القوة السود اللي طبعا يعني سمعة السندوق هذا الشعب المصنع سمعة السندوق نعمل بذل ما أي شيء سندوق اللي ها عدوا بالقامون بإطابة عن شيء ما هو بالقامون يسبب عدد فيها تقاومات جديدة جدا وأما اللي هو السندوق يعني فراثمان اللي قديكم ديها كل سندوق من حصول هاي القناة السويس أنا عايز أعرف أي حصول اللي ها يجدوا معها ده طبعا رجبين بيتموص طبع حص من إرضاء تهيئة بالنطباط بالنزيل الإيمانية ومسلها لتقاومة السندوق طبعا نعمل بسجل عزمة الصحبة تيه كان الموظولة ويأعملها طبعا المصنع هيتموص طبعا طبعا بسجل عزمة فيها طبعا من الانتباع طبعا حتى ما كان مش لحديه إنه إسانية تقاومة أنا شاهد رايز من رمال الله وسلم جمعان عندينا السندوق السيادة طبعا إن شاء الله سبس سيادة ما تفش في حاجة تحدي الوقت طيب في النهاية يعني عارف يعني إيه الشركة دي هتطرح في البورصة يعني هيجي حد يشتريها انت متعرفش ملته انت متعرفش ده مين ومتعرفش ده بيعمل إيه طيب في النهاية بعد الشرح ده والنادب والشاكوى دي كلها البرلمان وافق بالأمر يا معلم على تأسيس أو على القانون موسيقى